شارك سبعة والاف مواطن من أهل محافظة كفر الشيخ في أولي مؤتمر جمهري حاشد وذلك لدعم المرشح عبد الفتح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة حرست قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن وجمع كبير من أهل المحافظة على المشاركة في هذا المؤتمر الحاشد والتعبير عن حبهم ودعمهم لرئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة التنمية الآن اكتشف الشعب المصري بعد نظر وحكمة قيادته السياسية الثاقبة الآن اكتشف لما كان هذا الانفاق الكبير على سيناه لما كان تعمير سيناه لما كان المشروعات القومية في سيناه لما كان ربط سيناه بالدلتة والوادي اكتشف لما كان تحديث القوات المسلحة المصرية والعمل بقول الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تبين تماما لنا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وما قبلها كان ذات نظرة ثاقبة كان يرى أعداء مصر سواء أمريكا والدول الأوروبية أو إسرائيل أو خلافها أو من يساعدوها الآن على تمثيل صفقة القرن المتفق عليها منذ عدة عقود بعيدة نقول العفتاح السيسي نعم نقول أن عفتاح السيسي الذي أعاد لعظيمات مصر كرامتها وكيانها وأصبح منها في الشعب في الشعب مجلس النواب ومجلس الشيوك عدد كبير بكسرة لم تحدث من قبل لماذا نقول عفتاح السيسي لأن تولى عدد من السيدات عظيمات مصر أكبر عدد من الوزرات في مصر لماذا نقول عفتاح السيسي لأنه عاد الأمن والأمان إلى مصر لماذا نقول عفتاح السيسي لأن عفتاح السيسي هو الوحيد القائد الملهم الذي وقف أمام الأعداء جميعا مؤيدا موقف غزة